بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين نبينا محمد عليه أفضل وصلاة وأتم تسليم أبناء الطلاب بنات الطالبات أسعد الله وقاتكم بالخير والمسرات معكم معلمكم الأستاذ علي القحطاني ويرافقني في لغة الإشارة زميلي يا الأستاذ بدر الحمود بمشيئة الله نستكمل وإياكم دروس مادة الرياضيات للصف الرابع الابتدائي ودرسنا اليوم يا مبدعين ويا مبدعات يحمل عنوان القواسم والمضاعفات فكرة درس اليوم يا مبدعين أجد قواسم عدد ومضاعفاته إذن ننطلق إلى هذا الاستعداد وقبل أن نبدأ بالاستعداد ابناء وبناتي لدينا مفردات جديدة المفردة الأولى القواسم المفردة الثانية مضاعفات العدد بإذن الله نستعرضها في ثنايا درس اليوم نبدأ بهذا الاستعداد في غرفة الصف 24 طاولة بكم طريقة يستطيع المعلم ترتيب هذه الطاولات على شكل صفوف متساوية ما رأيكم ابناء وبناتي؟ هن في طريقة معينة نستطيع أن نعرف عدد الطرق التي يستطيع المعلم إعادة ترتيب هذه الطاولات على شكل صفوف متساوية؟ نعم ابناء وبناتي الأعداد التي نضربها ببعض بعضها في بعض لنجد ناتج الضرب تسمى قواسم وهي عوامل بارك الله فيكم إذن باستخدام القواسم بارك الله فيكم نستطيع أن نعرف بارك الله فيكم هذا السؤال الموجود في الاستعداد ولكي نحصل على جميع الطرائق لترتيب الطاولات فإنه يجب أن نجد قواسم العدد 24 وهنا 24 هو عدد طاولات الصف إذن ننطلق وإياكم أبنائي إلى الشريحة التالية وهذا المثال من واقع الحياة إيجاد القواسم مدرسة بكم طريقة يستطيع المعلم ترتيب طاولات في غرفة الصف إذن أبنائي بناتي هذا المثال امتداد للاستعداد السابق نكتب كل عددين يكون حاصل ضربهما 24 إذن نكتب هنا أبنائي بناتي واحد ضرب 24 تساوي 24 إذن صفا واحدا به 24 طاولة هذه طريقة طريقة أخرى اثنان ضرب 12 تساوي 24 إذن صفين كل صف به 12 طاولة أبنائي ننتقل إلى الطريقة التالية ثلاثة ضرب ثمانية إذن تساوي 24 لدينا ثلاثة صفوف في كل صف ثمان طاولات إذن يصبح عددها 24 إلى الآن لدينا ثلاث طرق طريقة أخرى أبنائي بناتي أربعة ضرب ستة تساوي 24 إذن لدينا أربعة صفوف في كل صف ست طاولات أبنائي بناتي هل هناك طرق أخرى؟ نعم أبنائي بناتي أفكر هناك أربعة أزواج أخرى أربعة وعشرين ضرب واحد إذن يكون لدي أربعة وعشرين صف في كل صف طاولة واحدة كذلك ثمانية ضرب ثلاثة إذن ثمانية صفوف في كل صف ثلاث طاولات كذلك اثنى عشر ضرب اثنان إذن اثنى عشر صف كل صف به طاولتان وكذلك ستة ضرب أربعة ستة صفوف في كل صف أربع طاولات إذن أبنائي بناتي مثل ما تلاحظون هنا كم طريقة استعرضنا؟ ثمان طرق إذن نستطيع أن نقول هذه الأعداد بارك الله فيكم التي شكلت هذه الثمان طرق نستطيع أن نسميها قواسم العدد إذن قواسم العدد 24 هي واحد اثنان ثلاثة أربعة ستة ثمانية إثنى عشر أربعة وعشرون من أين أحضرناها أبنائي بناتي؟ مبدعين هي الأعداد التي حاصل ضربها 24 لاحظوا الواحد اثنان ثلاثة أربعة ستة ثمانية إثنى عشر أربعة وعشرون صح أو لا لا؟ وهنا كذلك تكررت لذلك نكتفي بكتابة واحد من العداد التي تم تكرارها أبناء بناتي لذا يمكن ترتيب الطاولات بكم طريقة؟ ثمان طرق مختلفة أبناء بناتي بهذا الشكل أجبنا على هذا السؤال سهلا ولا صعب يا أبطال مبارك الله فيكم إذن ننتقل وإياكم أبناء بناتي إلى هذه المعلومة يسمى حاصل ضرب عدد في عدد آخر مضاعف العدد فمثلا خمسة عشر هو مضاعف للعدد خمسة لأنه يساوي حاصل ضرب خمسة ضرب ثلاثة صح أو لا؟ مبدعين إذن فننتقل من هذه المعلومة إلى هذا المثال إيجاد مضاعفات عدد أوجد المضاعفات الخمسة الأولى للعدد سبعة باستعمال جدول الضرب لاحظ الأعداد المكتوبة في صف العدد سبعة أو في عمود العدد سبعة جميع هذه الأعداد مضاعفات العدد سبعة انظروا أبناء بناتي لدينا جدول الضرب سبعة هنا إذن أستطيع أن أحصل على جدول الضرب سبعة إما عمود العدد سبعة بارك الله فيكم أو صف العدد سبعة إذن الأعداد التي موجودة هنا أبنائي كلها مضاعفات العدد سبعة سبعة، أربعة عشر، واحد وعشرون، تمانية وعشرون، خمسة وثلاثون، إثنان واربعون، تسعة واربعون، ستة وخمسون تلاثة وستون، سبعون، كيف حصلنا عليها هنا؟ سبعة ضرب واحد، سبعة، سبعة ضرب أثنين، ضعفناها كم مرة؟ مرتين أربعة عشر سبعة ضرب ثلاثة واحد وعشرون كم مرة ضعفناها؟ ثلاث مرات سبعة ضرب أربعة ثمانية وعشرون كم مرة ضعفناها؟ أربعة مرات إذن كيف أحصل على المضاعفات؟ مبدعين بإستخدام جدول الضرب بارك الله فيكم الآن يا مبدعين نستطيع أن نقول لذا فإن مضاعفات الخمسة الأولى للعدد سبعة هي سبعة أربعة عشر واحد وعشرون ثمانية وعشرون خمسة وثلاثون سهل ولا صعب يا أبطال بارك الله فيكم طيب لو كان الجدول مهب قدامنا هنا ابناء برات كيف أستطيع أن أحصل على الخمسة المضاعفات الأولى؟ أقوم بضرب العدد سبعة في واحد ومن ثم في اثنان في ثلاثة في أربعة في خمسة صح ولا لا يا أبطال؟ بارك الله فيكم أسعدكم الله الآن يا مبدعين ننتقل إلى التدريبات لدينا هنا فقرة تأكد أوجد قواسم كل عدد فيما يأتي السؤال الأول العدد ستة هل تستطعون أبناء بناتي تحديد قواسم العدد ستة؟ تفضل يا مبدعين تفضل يا مبدعين تفضل يا sight اشتركوا في القناة كذلك ثلاثة ضرب اثنين كذلك ستة ضرب واحد صح ولا لا إذن أبناء بناتي نستطيع أن نكتب قواسم العدد ستة هي هي ماذا القواسم واحد واثنان هنا فاصلة وثلاثة وستة طيب البقية مكررة الواحد كرر مرتين الثنين كرر مرتين الثلاثة نكتفي بكتابته مرة واحدة فقط صح ولا لا يا أبطال مبدعين يلا ننتقل الآن إلى السؤال الثاني العدد عشرة نريد قواسم العدد عشرة هل تستطيعون تعديدها يا مبدعين تفضل و بارك الله فيكم ترجمة نانسي قنقر هاي مبدعين وصلت القواسم العدد عشرة مبدعين كيف نوصل لها؟ نبحث عن كل عددين حاصل ضربهما عشرة إذن أبناء بناتي واحد ضرب عشرة اثنان ضرب خمسة كذلك خمسة ضرب اثنان كذلك عشرة ضرب واحد إذن لدينا أربعة قواسم هنا أبناء بناتي إذن قواسم العدد عشرة نكتب هنا قواسم هي واحد واثنان وخمسة وعشرة هل يتواكد يا مبدعين؟ بارك الله فيكم ننتقل إلى السؤال الثالث أبناء بناتي قواسم العدد اثنى عشر هل تستطيعون تعديدها؟ تفضل يا مبدعين تفضل يا مبدعين هاي مبدعين حددتوا قواسم العدد اثنى عشر يلا يا أبطال حتى نوجد قواسمها نبحث عن الأعداد كل عددين نضربهم ببعض ويكون حاصل ضربهما اثنى عشر واحد ضرب اثنى عشر اثنان ضرب ستة ثلاثة ضرب أربعة كذلك أربعة ضرب ثلاثة وستة ضرب اثنان واثنى عشر ضرب واحد صح الله يا أبطال مبدعين إذن نكتب هنا أبناء بناتي قواسم العدد اثنى عشر هي واحد اثنان ثلاثة أربعة ستة و اثنى عشر إذن هذه قواسم العدد اثنى عشر واحد اثنان ثلاثة أربعة ستة اثنى عشر سهلا ولا صعب يا مبدعين بارك الله فيكم إذن نمسح يا مبدعين وننتقل إلى الأسئلة التالية أوجد المضاعفات الخمسة الأولى لكل عدد فيما يأتي سهلا تستطيعون حلها يلا سؤال رقم خمسة العدد اثنان نريد المضاعفات الخمسة الأولى تفضلوا يوموا مبدعين هاي مبدعين حددت المضاعفات الخمسة الأولى بارك الله فيكم إذن نبدأ مع بعض مضاعفات الأثنين أبناء بناتي من يحددها لي حتى أوجدها أضرب في واحد ومن ثم في اثنان ومن ثم في ثلاثة ومن ثم في أربعة ومن ثم في خمسة إذن اثنين ضرب واحد اثنين طيب يا أبطال اثنين ضرب اثنين أربعة اثنين ضرب ثلاثة ستة اثنين ضرب أربعة ثمانية واثنين ضرب خمسة عشرة وهذه المضاعفات الخمسة الأولى للعدد اثنين كتبتها كذا يا أبطال بارك الله فيكم الآن ننتقل إلى السؤال التالي رقم ستة العدد أربعة نريد المضاعفات الخمسة الأولى للعدد أربعة تفضل يا مبدعين هاي مبدعين وصلت بالمضاعفات الخمسة الأولى بارك الله فيكم يلا ساعدوني أسعدكم الله الآن العدد أربعة نريد المضاعفات الخمسة الأولى إذن سأقوم بالضرب في واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة إذن أربعة ضرب واحد أربعة أربعة ضرب اثنان ثمانية أربعة ضرب ثلاثة اثنى عشر أربعة ضرب أربعة ستة عشر أربعة ضرب خمسة عشرون وهذه المضاعفات الخمسة الأولى للعدد أربعة الآن ننتقل إلى السؤال رقم سبعة المضاعفات الخمسة الأولى للعدد تسعة تفضلي مبدعين أو جدوها هاي مبدعين وصلتوا للإجابة بارك الله فيكم إذن المضاعفات الخمسة الأولى للعدد تسعة هي نضرب في واحد تسعة نضرب في اثنان ثمانية عشر نضرب التسعة في الثلاثة سبعة وعشرون نضرب التسعة في أربعة ستة وثلاثون نضرب التسعة في خمسة خمسة وأربعون وهذه المضاعفات الخمسة الأولى للعدد تسعة يا أبطال سهل ونصعبه بارك الله فيكم الآن ننتقل وإياكم إلى السؤال التالي ابناء بناتي تعد هيفاء كعكات باستعمال الصينية المجاورة كم كعكة تستطيع هيفاء إعدادها إذا استعملت واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة من هذه الصواني ما رأيكم يا مبدعين هل تستطيعون تحددون الإجابة بارك الله فيكم تفضلوا بارك الله فيكم ترجمة نانسي قنقر الإجابة بارك الله فيكم إذن ماذا نريد هنا أبناء بناتي مبدعين نريد أن نوجد المضاعفات صح أو لا لا الصينية كم بها بارك الله فيكم من كعكة كم بها من مكان للكعكة بها ستة إذن كل صينية ستنتج لي ست كعكات طيب هذه الصينية الأولى ستنتج لي ست كعكات طيب الصينية الثانية صينيتين عفوا ستنتج لي المضاعف نضربها في اثنين ستة ضرب اثنين اثنى عشر طيب ثلاث صواني إذن سأضرب ستة في ثلاثة سيكون الناتج تمانية عشر طيب أربع صواني إذن سأقوم بضرب ستة في أربعة سيكون الناتج أربعة وعشرون إذن أبناء وبناتي مثل ما رأيته أوجدنا هنا مضاعفات العدد ستة ستة اثنى عشر ثمانية عشر أربعة وعشرون إذن ستة وهو عدد الكعك الذي ستستطيع حيفا أن تستخرجه من صينية واحدة اثنى عشر إذا استعملت صينية صينيتين ثمانية عشر إذا استعملت ثلاث صواني أربعة وعشرين إذا استعملت أربع صواني الآن ننتقل وإياكم إلى السؤال التالي سؤال رقم واحدة وعشرون نصلي في اليوم والليلة خمس صلوات مفروضة كم صلاة في الأسبوع وفي عشرة أيام وفي 11 يوم وفي 12 يوما هل نستطيع أن نحددها أبناء وبناتي تفضل يا مبدعيه ترجمة نانسي قنقر 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 هيا مبدعين وصلت لي جاذا مبارك الله فيكم إذن أبنائي بناتي ماذا أحتاج هنا أحتاج إلى البضاعفات صح أو لا خمس صلوات نصليها في اليوم كم صلاة نصلي في أسبوع إذن سأقوم الأسبوع كم به يوم به سبعة أيام إذن سأقوم ضرب خمس عدد صلوات اليوم في عدد الأيام إذن أبنائي بناتي نقول هنا في أسبوع يساوي خمسة وهي عدد صلوات في اليوم الواحد مضروبة في سبعة وتساوي خمسة وثلاثون بارك الله فيكم ماذا صلاة إذن خمسة وثلاثون الصلاة في أسبوع طيب في عشرة أيام في عشرة أيام أبنائي بناتي نقول خمسة مضروبة في عشرة تساوي خمسون صلاة بارك الله فيكم في عشرة أيام الآن نغير اللون حتى تتضح ابنائي في أحد عشرة يوم نقول خمس صلوات في اليوم مضروبة في عدد الأيام أحد عشر تساوي كم خمسة وخمسون صلاة طيب أخيرا في اثنى عشر يوم نقول عدد الصلوات في اليوم خمسة مضروبة في اثنى عشر تساوي كم يا أبطال ستون صلاة إذن بهذا الشكل نكون أجبنا على هذا السؤال ابنائي بناتي وننتقل وإياكم إلى السؤال التالي ثلاثين بيضة يمكن ترتيبها على شكل خمسة عشر ضرب اثنان أكتب طريقتين أخريين يمكن بهما ترتيب البيض هل تستطيعون يا مبدعين تفضلوا الله يسعدكم هيا مبدعين هنا ثلاثون بيضة تم ترتيبه على شكل خمسة عشر ضرب اثنان إذن صفين كل صف بها به خمسة عشر بيضة هل نستطيع أن نوجد طرق أخرى نعم أبنائي بناتي إذن بكل سهولة نستطيع أن نقول أبنائي بناتي عشرة مضروبة في ثلاثة صح ولا لا لدينا هنا ثلاثة صفوف كل صف به عشر بيضات من يعطيني طريقة أخرى كذلك ستة مضروبة في خمسة لدينا خمسة صفوف كل صف به ستة بيضات هل تستطيعون كتابة طرق أخرى مبدعين تستطيعون هذه أحد الإجابات الممكنة تستطيعون كتابة إجابات أخرى إذن بهذا الشكل أجبنا على هذا السؤال وننتقل وإياكم إلى أسئلة مهارات التفكير العليا سؤال رقم ستة وعشرون مسألة مفتوحة اذكر ثلاثة أعداد يكون العددان اثنان وثلاثة قاسمين لكل منها هل تستطيعون الإجابة عليها فضل يا مبدعين شكرا هيا مبدعين وصلتوا للإجابة بارك الله فيكم هذا مسألة مفتوحة سستطيع أن نضع لها أكثر من إجابة محتملة إذن أحد الإجابات المحتملة أبناء بناتي سأضع الأعداد التالية اثنى عشر و ثمانية عشر و أربعة وعشرون إذن هذه الأعداد الثلاثة كلها أبناء بناتي العددان اثنان وثلاثة تكون قاسم لها صح ولا لا يا أبطال من قواسمها اثنان وثلاثة من قواسم اثنى عشر وكذلك من قواسم ثمانية عشر ومن قواسم أربعة وعشرين ومع هذا السؤال أبناء بناتي نكون وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم تقبلوا فائق التحية والاحترام مني أنا علي القحطاني وزميلي في لغة الإشارة السيد بدر حمود في أمان الله ترجمة نانسي قنقر